انضموا إلينا من غزة دكتور سمير أبو مدلل الباحث في شؤون اللاجئين سيد سمير لماذا لم تتمكن الأنور ولغاية الآن من التغلب على هذا العجز والتهديدات التي تواجه أطفال غزة يعني بالتأكيد عدم التغلب على العجز له علاقة بأن من حضروا مؤتمر نيويورك هم نفسهم الذين حضروا مؤتمر روما قبل شهرين تقريبا وهذا بسبب التهديد والوعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للدول المشاركة والتي بلغت حوالي سبعين دولة إضافة إلى بعض المؤسسات الدولية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة نحن نحذر من أي تقليص جديد في خدمات الوكالة العجز المالي للوكالة أصبح متزامنا وبالتحديد منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 كل عام تخرج الوكالة علينا بتقليصات جديدة تحت شعار أن هناك عجزا ماليا وأعتقد أن هذا مقدم لإنهاء الوكالة وتحويل خدماتها إلى السلطة الفلسطينية وإلى الدول العربية المضيفة وبالتالي الحل يجب أن يكون هناك موازنة استثنائية من الأمم المتحدة للوكالة أو أن تعتمد لها موازنة دائمة كغيرها من المنظمات الدولية اليونسيف والأسقوة وغيرها بمعنى أن الوكالة يتم التعامل معها عندما أنشأت أنها منظمة غير أصيلة يتم التجديد لها كل ثلاث سنوات ألم يكن ذلك واردا من قبل أمام وكالة الأنروا وموجودا أمامها هذا الخيار يعني بالتأكيد الوكالة بدل أن توجه أزماتها للأمم المتحدة وأن تستفيد من تقرير الأمين العام المتحدة الذي كان العام الماضي والذي تحدث عن موازنة تتصف بالاستدامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين هي توجه دائما العجز على الطرف الأضعف وهو صفوف اللاجئين وبالتالي هذا يحتاج إلى تحرك أولا يحتاج إلى تحرك من اللجنة الاستشارية المشكلة من الوكالة ومن السلطة الفلسطينية وتركيا للاجتماع الجمعية العام المتحدة في يوليو القادم أيضا يحتاج إلى تحرك دبلوماسي من السلطة الفلسطينية على الدول التي تدعم الوكالة وأيضا يحتاج إلى تحرك في صفوف اللاجئين وفي مخايمات اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين والذي بدأ منذ عدة أيام في قطاع غزة لأننا لن نسمح بأي تخفيضات جديدة هذه التخفيضات الجديدة ستطال الفقراء من أبناء شعبنا الوكالة تقدم خدماتها لمليون لاجئ مليون وثلاثمائة وسبعين ألف لاجئ تقدم مساعدات غذائية لمليون منهم الفقر في صفوف اللاجئين يصل إلى حوالي 65% البطالة في صفوفهم تفوق 46% وفي صفوف الشباب تصل إلى 67% وبالتالي الفصل الدراسي كما تحدث السيد متيس شمالي سيكون مهدد بالبدء وأيضا سيكون مهدد مليون يتناولوا أو يأخذوا مساعدات غذائية من الوكالة في قطاع غزة إضافة إلى مخيمات الشتات وبالتحديد في سوريا ولبنان وبالتالي يجب أن يكون تحرك ويجب الوكالة أن تتحرك باتجاه المتحدة ليكون هناك موازنة استثنائية هذا العام ودعم استثنائي حتى تستطيع الوكالة أن تقدم خدماتها لـ 5 مليون و 900 ألف لاجئ في المناطق الخمس دون ذلك أعتقد أنني التهديدات شكرا جزيلا لك وصلت الفكرة سيدي دكتور سامير أبو مدلل الباحث وفي شؤون اللاجئين كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة